اتصلت ببنت قبل فلاذا سبيع عمرة 19 سنة صاحي من النوم على الساعة 9 رايح الى مدرسة بأوقني محاضر إلا جوالي إرن أردت بنت عمرة 19 سنة أقسم بالله إني ما قدرت أميز أميز كلامها من بكاءها تبغى تتوب تبغى تتغير لكن تقول أنا ما أظن شوف قلة الحياة وقلة الأدب مع الله أنا ما أتوقع الله يتوب عليها وهذا ترى من قلة الأدب مع الله لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهي قاعدة تبكي قلت إيش سويته كلمت شاب أرسلتين الصور طلعتني معاه وهي قاعدة تبكي يا بنت الناس لو سويت إيش يا الله يغفر لك قالت لي وهي تبكي أنا زانية أنا زانية أقسم بالله ما عرفت قيمة هذه الكلمة إلا لما سمعت من هذه البنت اللي عمره 19 سنة الآن لما نبعدنا عن القرآن وعن ألفاظ القرآن أصبحنا نستهيم ببعض الأمور فينك يا فلان قال مديت لا أنت رايح تزني فينك يا فلان قاعد أنا وهلأ قاعد أكحل لا أنت قاعدت تؤذي أعراض المسلمين لازم نرجع لألفاظ القرآن وألفاظ السنة حتى نفوق بعض الشباب لو جيت قلت له واش هللي واش يكلم بنات ويطلع مع بنات وينام مع بنات لو جيت قلت له أنت زاني تأكل معاه لكن هذه حقيقة هذه البنت وهي يتبكي قالت باختصار أنا زانية والله العظيم كلمة ليست بسيطة وليست هينة بل قد تهتز من أجل السماوات والأراضين ما عصي الله عز وجل بذنب ما عصي الله عز وجل بذنب كما جاء في الحديث أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له إحنا هذه مشكلتنا اليوم مشكلتنا إننا بعدنا عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل عن هذه الكارثة عن هذه المصيبة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا